موسيقى عزيزي المشاهدين مسائل خيرة عليكم جميعاً وحلقة جديدة من برنامجكم بنكمل بعض إنه لمن دواع البهجة والتفاؤل أن تتعنق الأعياد والمناسبات السعيدة فمصر اليوم تحتفل تحتفل بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير كذلك تحتفل أيضاً بذكرى عيد الشرطة التاسع والستين ومن حصن حظي أن أشارك من خلال هذا المنبر الإعلامي جموع الشعب المصري العظيم هذا الاحتفال فتحية إعزاز وتقدير للشعب المصر العظيم الذي يثبت كل يوم للعالم أجمع أنه شعباً علم الدنيا الحضارة تحية لقيادتنا الحكيمة التي عبرت بهذا الوطن فوق كل التحديات تحية لأرواح شهدائنا الأبرار من الجيش والشرطة تحية لرجال مصر البواسل من الجيش والشرطة ضباطاً وجنوداً وأقول من هنا للعالم أجمع إن مصر أبداً أبداً لن تموت إن مصر لن تركع أبداً إلا لخالقها لقد سمعت مقولة هزت أركاني وأستأذن اليوم أن أستعيرها إن مصر ليست وطناً نعيش فيه بل هي وطن يعيش فينا كل العزة والشموخ لك يا بلادي أعزائي المشاهدين موضوع حالتنا النهاردة موضوع مهم جداً جداً وهو تأثير جائحة كورونا على العلاقات الأسرية والاجتماعية بنشوف ألأ بنشوف خوف في هذه الفترة علشان كده بنتشرف بوجود قامة كبيرة جداً وهو الدكتور حسام دودار خبير العلاقات الأسرية والاجتماعية والحياتية لمنورنا نهاردة في الاستوديو أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا سيد محمد إزايك أنا بحييك على المقدمة القوية ديت وحقيقي مصر تستاهل مصر تستاهل كل خير كل سنة والجميع طيب وبخير وتحيا مصر تحيا مصر بنورنا دكتور موضوع منشرفنا الله يخليك دكتور حسام عايز أبدأ مع حضرتك عن تأثير جائحة كورونا على العلاقات الأسرية بالإجاب والسلم كده الموضوع كبير قوي عادينا نطمن الناس طبعا إحنا كلنا قضينا أوقات في الحظر في الفترة اللي فاتت من مارس يمكن لغاية مايو أو يونيو وبعد كده فتحنا الدنيا شوية وبعد كده مش عارفين نفتح ولا نقفل كل ده كان ليه تأثيرات كبيرة على الوضع النفسي بالنسبة للأسرة بصفة عامة وبالنسبة للأطفال بصفة خاصة يمكن فيه تأثيرات كتيرة إيجابية اللي احنا مش شايفينها نعم وده اللي أنا بحب أتكلم عنه دايما أنا بحب أتكلم عن التأثيرات الإيجابية وبعدين نتكلم عن السلبيات نبدأ بالإيجابية دكتور التأثيرات الإيجابية يمكن من أكتر التأثيرات الإيجابية الموجودة إن قربنا من بعض كأسرة بدأنا نغير شوية عادات وتقاليد يعني كتير قوي فترة الحظر الراجل ما بقاش عارف ينزل يعد على القهوة فقعد في البيت فبدأوا يتفرجوا على أفلام مع بعض بدأوا يتفرجوا على برامج بدأوا يتنقشوا أي نعم الحوارات فيها اختلافات وجهات نظر ودي حاجة كويسة مش حاجة وحشة إنك تعرف أسرتك وتعرف أولادك فيه إيجابيات تانية الأونلاين نعم إحنا الدنيا كلها تقريبا بقت أونلاين وإحنا يمكن اللي صرع موضوع الأونلاين دوت هي جائحة كورونا فبدأت الطلبة يغضوا الدروس بتاعتهم أونلاين وبدأوا يواجبوا العصر ويواجبوا الصحوة الإلكترونية اللي موجودين فيها نعم يمكن لو دخلنا في السلبيات إن بعض المشاكل بقى والتقبل والكلام دوت ومع بعضينا حنتكلم بقى في واحدة واحدة منه نعم ماشا دوك طيب إزاي نقدر نحول الطاقة السلبية اللي نتجد عن وجود جائحة كوفيد نينتين إلى طاقة إيجابية موسى محمد هو الطاقة السلبية هي عبارة عن حد بيمتص طاقتك أو حدث بيمتص طاقتك إحنا كلنا الطبيعي إن إحنا كلنا عندنا الطاقة الإيجابية لما تعد مع حد يبدأ هو أساسا حاسس إن طاقته قليلة فيبدأ يمتص الطاقة منك يعني مفيش بني آدم هو سلبي إحنا كلنا عندنا الطاقة الإيجابية النقطة في امتصاص الطاقة امتصاص الطاقة دي إما من حدث زي مثلا جائحة كورونا وطبعا ده تأثير لها تأثير كبير على ناس كتير قوي فينانشلي يعني من ناحية المادية فيه ناس كتير فقدت أشغالها فيه ناس كتير تأثرت الدخول بتاعتها بس في نفس الوقت فيه ناس كتير قوي غيرت الكرير بتاعها يعني بدلا ما كانوا شغالين حاجة لأ مع الكورونا بدأ يفكر أنا يشوف شغلي تاني بالزبط شغلي كده اتعطل أشوف شغلي تاني فحتلاقي الإيجابي موجود والسلبي موجود أهم حاجة أنك تعمل لنفسك زي فقاعة كده بحيث أنك لما تقعد مع حد يمتص طاقتك أو يحصل حاجة تمتص طاقتك تبقى أوير يعني تبقى عارف إن هو بيمتص طاقتك فتبدأ لأ عامل حسابي بقى أيوة بالزبط مش حديك تقطي تمام بقى شوفنا ضغط نفس كتير شوفنا قلق شوفنا توطر عايزة نعرف الطرق ما هي الطرق لتخفيف الضغط النفسي والقلق والتوطر الذي يعاني من العديد من الأشخاص نتيجة جائحة كورونا بص من ناحية الأسرة فطبعا الأب والأم عليهم ضغط كبير هم أساسا مضغوطين نعم بس لازم يتحكم في مشاعره ومشاعر القلق بالذات عشان يبدأ يابس الطاقة الإيجابية حتى الأولاد الموجودة للأولاد وللأسرة بصفة عامة نعم إزاي ديت إن احنا نبص للجانب الإيجابي برضو يعني طول ما احنا بنبص للجانب الإيجابي هنلاقي إن في حاجات حلوة حاجات كويسة نقدر نحمد عليها ربنا نتقبل الوضع الوضع ده مش عليك أنت لوحدك الوضع ده علينا كلنا العالم كله بالضبط ونفس الأشخاص يعني أنا مثلا تأثرت ماديا خلاص ماشي بص حواليك الناس كلها تأثرت ماديا أنا مخنوق وعايز أخرج الناس كلها عايزة تخرج بس يعني في وسائل تانية ابدأ اقرأ ابدأ اتفرج على التلفزيون وأهم حاجة بقى عشان تبعد عن الأثار السلبية إنك تبعد عن إراية الأخبار السلبية أنا بردوك في شق في موضوع الأخبار ده وفي الشائعات طيب دكتور الأطفال إزاي نقدر نساعد الأطفال نفسيا للتغلب على الخوف والتغطر النفسي الناتج برضو عن هذه الجائحة زي ما قلتلك الأطفال النقطة اللي عندهم مختلفين عننا إن هم يعني هم عندهم طاقة عايزين يطلعوها ويتحركوا كده بنبدأ في البيت وقت دلوقتي ما بيروحوش المدارس وبياخدوا أونلاين أو أجازة أو واتيفر فإحنا لازم نبدأ أن نخليهم يتشغلوا في حاجات تانية يمكن حتة الأونلاين دي اتكلمت فيها قبل كده الأونلاين هو برضو بيعمل زي تجميع أو مع زميلهم لو قبل الدرس ما يبدأ نقعد خمس دقائق عشر دقائق نسلم على بعض على الأونلاين حيبدأوا يعملوا نفس العلاقات اللي كانوا بيعملوها هم في المدرسة وهو في البيت ما نجبتهوش قوي بلاش بقى يعني إحنا متعودين على نظام ومتعودين أن الطفل يقعد يزاكر ويقوم يتحرك لا سيبوا برحته شوية سيبوا يجري شوية في البيت خدوا انزل بيه في الشارع لو في نادي خدوا النادي بلاش الأماكن المغلقة خليه في أماكن مفتوحة بس خليه طلع طاقته خليه طلع النشاط اللي هو فيه لأن طول ما هو قاعد حيفضل ينكبت يكبت يعني النقطة التانية برضو أن الأطفال ممكن بقى دلوقتي يشوف برامج ترفيهية يشوف حاجات على اليوتيوب يتفرج على حاجات مفيدة يعني نبدأ لنظم من الأهل على في هذا الموضوع طيب لو جاي نكلم عن التعايش كيف يمكن التعايش النفسي مع فيروس كورونا للمصابين والمحيطين بالمصابين وضع مهم جدا النفسية والتعايش النفسي مع هذا الموضوع بالضبط الحتة دي مهمة قوي والحتة دي لها شقين الشق الأول الشق النفسي والشق الثاني الشق الروحي يعني الكورونا مرض زي أي مرض مهما كان يعني أجريسيف أو مهما كان أنه هو جامد أو قوي بس هو مرض أنت بتتبع العلاج أو البروتوكول اللي محطوط وبتاخده حصل لك بقى مضاعفات أو ما حصل لكش مضاعفات فدي حاجة بتاعت ربنا فالكونيكشن أو الاتصال الروحي برب العباد مع اليقين أن أنت حتقوم بالسلامة حتعدي الفترة وتعديها بالنسبة للمخالطين ما يعملهوش أنه هو يعني يعني موبوء أو نبعد عنه أو لا كلان يصيبنا إلا ما كتب الله لنا احنا ناخد احترازية اتعايش معاه بس اتتخذ الاجراءات الاحترازية بالزبط الاجراءات الاحترازية وتتعايش معاه تعايش عادي خالص وتديله السابورت بالعكس إذا إنت وإنت سليم قوله إن شاء الله حتبقى بخير إن شاء الله الموجة دي يمكن من المميزات بتاعتها أنها أقل حدة من الموجة الأولى هي بتنتشر بقوة بس حدة الأعراض أقل شوية وشفتنا كمان نسبة الشفاء دي حاجة برضو مبشرة ما تخوفش أيوة طبعا الحمد لله كنا نتكلم دلوقتي عن الآثار السلبية لفيروس كورونا على العلاقات الوسرية بيحدث أحيانا أو غالبا ملل وروتين في الأسرة أو بين الزوج والزوج كيفية التغلب على هذا الروتين والملل بص هو ده طبعا أي كلام هقوله هيبقى كلام سيوريتيكل يعني كلام الناس كلها هتعتقد أن هو كلام مش هيتنافز بس فعلا لو عملنا حاجة بتكريمنا قبل الهوى بتقولي في حالة بعد تسع شهور من الجواز في أثناء فضل كورونا مش عايزين يكاملون معه بالزبط بص هو أصعب فترة في الجواز هي أول سنة ففي ناس لسوق حظهم أنهم كمان جايين في السنة دية السنة دي كلها كورونا تمام يمكن أهم حاجة في العلاقات الزوجية هي التفاهم والقبول يعني أنت كده كده أنا لما جوزت جوزت شخص تاني غيري فلازم أتقبل أنه هو شخص مختلف عني أكيد طبعا أبدأ أتقبل الحاجات اللي فيه ولازم أحاطط في دماغي أنه ما فيش حد كامل أكيد طبعا الكمال لله وحده نعم فلازم هتلاقي فيه عيوب وحتلاقي فيه حاجات أنت رفضها نبدأ نتناقش فيها بالراحة بدون ما أحسسه بالدونية أو بدون ملومه أنا الحتة دي مش عجباني أنا الحتة دي أنت لو تغير الحتة دي حيبقى كذا 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 بص التواصل 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 والتواصل الصحي هو مربط الفرس في أي علاقة إنسانية نعم وخصوصا في العلاقة الزوجية طيب لو نكلم عن الدعم النفسي ونخص بالدعم النفسي الكبار السن لأننا عارفين أنهم بيبقوا أقل مناعة من الشباب وصغر السن لو نكلم عن مدى أهمية تقديم الدعم النفسي الكبار السن وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة بصوا نقطة كبار السن بصفة عامة هم أساسا بيبقوا في ألأ من تقدم العمر نعم وألأ من الأمراض الكرونيك اللي هي الأمراض اللي عندهم يعني المزمنة وإحنا دلوقتي ما بنقدرش نروح لهم قوي زي الأول خوفا عليهم بس للأسف هم بتفكرهم في كتير قوي فاكرين إن إحنا ما بنروح لهمش عشان إحنا مش فاضيين عشان إحنا مش مقدرينهم يعني فلازم نبلغهم إن إحنا فعلا مقصرين معاكم بس ده مش تقصير بسبب إن إحنا نسينكم أو بسبب إن إحنا مشغولين عنكم لأ ده عشان مصلحتكم إحنا حنحاول نجيلكوا وقت إن يكونوا فيه مثلا جايين من البيت على هنا ما نكونوش في الشغل وجايين على هنا تبدأ نتكلمهم في التليفون باستمرار يوميا يعني لازم لازم أبقى معاهم على أقل بالتليفون والزيارات طبعا بالإجراءات الاحترازية الكاملة إن إحنا كل ده بنعمله عشانهم فلازم نوصلهم إن ده بنعمله عشانكم فعلا نعم ما نحسسهمش إن إحنا يعني بعاد عنهم لا إحنا بعاد بسبب الظروف مش بسبب إن إحنا نسينكم أو إحنا مش معاكم نعم دكتور لو هنكلم عن النظام الغذائي الصحي إلى أي مدى ترى من وجهة نظر حلاك اتباع النظام الغذائي الصحي ومتوازن للتغلب على التوتر والخوف والله بص يعني إنت كنتنا بنتكلم على الكورونا وبنتكلم إن لها إيجابيات وسلبيات أحد الإيجابيات بتاعة الكورونا إن إحنا بطلنا الجنك فود بصورة كبيرة يعني لو الناس طول النهار كانت بتطلب فاص فود ودليفري وكده لا الناس بدأت تقعد في البيت وبدأت الست تجهز أكله وبدأوا حتى اللي كانت بتشتغل فهي موجودة في البيت كانت في الوقت الجائحة فبتبدأ تطبخ وبتبدأ تعمل أكل صحي فأي أكل في البيت غير الفاص فود حيكون أكل صحي الخضار الصلاط الصلاطات لازم يأكلوا صلاطات بكمية كبيرة لازم الفواكه بلاش بقى للعصائر المعلبة وكلام ده ما إحنا عندنا الفكهة موجودة طول السنة دلوقتي يعني الصواب اللي اتعملت ما خليها الفكهة إنت منين ما تنزل بتاعة فواكه موجودة نعم العصير نعم نزبط الدنيا ويمكن لو عملنا كده مش هنحتاج الفيتامينز أنا شايف الناس بتهجم على الفيتامينات بطريقة غير طبيعية شوفنا موضوع الصيدليات وموضوع الفيتامينز وكلام ده كله أثناء فترة كورونا خلص من الصيدليات ناس عندها حوس من الموضوع ده برضو مهما كان الفيتامينز اللي بتاخدها من الصيدلية فهو دواء لأضراره زي ما ليه مميزاته فنحد من موضوع الفيتامينات احنا ربنا عطينا الخضروات والفكهة وكل الأكل كله بتعرف تعمل إيه الفواد اللي فيه وتبدأ تستخدمها بدلا من إنك تشتري فيتامينات من الصيدلية الحوار شيق معك دكتور جدا جدا أنا هخرج فاصل أعزائي مشاهدين أنا هخرج فاصل نرجع نكمل حوارنا شيق مع دكتور حسام ضغدار بعد الفاصل انتظرونا من وحي الطبيعة وبمصداقية وجودة عالية وضعت مؤسسة الأمانة لعسل النحل بين يديكم أجود أنواع العسل الطبيعي لأن غذاءكم أمانة تفحص منتجاتنا عبر المختبرات حتى تصل إليكم بأعلى المقاييس ستة أمانة وجودة للتواصل مع مؤسسة الأمانة لعسل النحل الاتصال على 0-10-663-0-59-0-91-70-27-60-0-10-22-36-58-00-0-10-60-82-666 مؤسسة الأمانة موطن العسل الأصلي ترجمة نانسي قنقر وارجعنا لكم من الفاصل أعزائي المشاهدين ولسه مستمرين في حديثنا الشيق مع الدكتور حسام دودار دكتور حسام في ظل الضغوط النفسية والتواطر والقلق اللي احنا عايشين فيه في ظل جائحة كورونا إزا نبعد عن القلق والخوف والتواطر بصوا بالبعد عن رشدة الدكتور حسام دودار للبعد عن الخوف والقلق والتواطر في ظل هذه الجائحة القلق والخوف والتواطر ده إحساس طبيعي جداً مع كل الناس هي النقطة إنه ما يزيدش على حده كل حاجة موجودة في الطبيعة ليها غرض وليها سبب الخوف والقلق والتواطر دوت ربنا عطيه لنا والجسم بيعمله المخ بيبدأ يفرز حاجات معينة عشان تحسسك بالخوف والتوتر والقلق في مواقف معينة يعني لو أنت داخل في شارع ضلمة ولقيت كلاب لازم لازم هتخاف ولازم هتبدأ الإفرازات تيت في المخ تبدأ تتشتغل وتبدأ تحس ربط قلبك تزيد وتسخن وكده استعداداً للخطر نعم في جائحة كورونا كلنا حاسين بالخوف والقلق والتوتر من إيه؟ لازم نعرف من إيه؟ أنا خايف من المرض طيب هل المرض بيصيب الناس 100%؟ كل الناس بتتصاب؟ فيه ناس بتتصاب وناس ما بتتصابش الحتة دي بقى فيها حاجة اسمها قانون الجذب أنت طول ما أنت خايف أنك تصاب هتصاب ابدأ أقول لأ كلم نفسك ما فيهاش حاجة على فكرة أنك تكلم نفسك دي مش علامة من علامات الأمراض النفسية بالعكس أنا كويس أنا منعتي كويسة إن شاء الله مش حصاب مش حقصيب بالمرض ولو أصاب أعراض خفيفة أخذ إجراءاتي أقعد مع أصدقائي يبقى فيه التباعد الاجتماعي كل حاجة بعملها بخلي بالي على نفسي فإن شاء الله مش حقصيب حقصاب ولو أصبت حقصاب بدرجة قليلة ولو أصبت يعني برضو وبأجالي كورونا حقلق من إيه حقلق من مضاعفات وحقلق من الموفاة دمه لكل أجالك كتاب نعم أنت كده كده أنت يعني فيه ناس بيحصل لها الوفاة أو بيتوفاها الله من غير بارسك من غير أي حاجة وهو نعم على سريره نعم فأخذ علاجي أخذ البروتوكول اللي موجود واتكل على الله وما أقلقش وما خفش وإن شاء الله بالشفى وبالسلامة بإذن الله إن شاء الله دكتور لو هنيجي نتكلم عن طرق التعامل الأباء مع أبنائهم إزاي الأب بتعامل مع بنته التعامل الصحيح بص الحتة دي مهمة أوي يا أستاذ محمد دلأسف الشديد ويعني أنا واحد من الناس ديت برضو يمكن هنا هحكي لك قصة برضو من شخصية بقى مش من الكلاينز التوعي إحنا كلنا في علاقاتنا بأولادنا بنتخيل إن إحنا عبارة عن ATM طول ما أنا مكنة فلوس وطول ما أنا بشتغل وبجيب لهم فلوس فمفروض إن أنا كده عامل علي ولما بععد معاهم أقول لهم أنت رئيسكم حاجة أي أب بيععد مع عياله لما يجوا يقولوا إحنا متضايقين ولا مخنوقين أنت رئيسكم حاجة في حاجة نقصاتكم عايزين إيه طيبة حبيبي ويبدأ يفكر من ناحية المادية الإنسان بصفة عامة ليه حتة مهمة قوي وهي حتة المشاعر والعواطف لازم التواصل مع الأبناء وخصوصا البنت مع أبوها لأن بصراحة أنا من يمكن أقول لك إيه 60-70% من الحالات اللي عندي أثر التربية أثر علاقة الأب ببنته هي اللي عاملة المشاكل في العلاقات الحياتية بتاعتها أحضن بنتك عامل بنتك برحمة اسمع بنتك صاحبها ما تخلاش تكسف منك البنت في أمس الحاجة لأبوها في أوقات كتيرة قوي عشان الراجل بالنسبة لها هو أبوها لغاية وقت معين وتبدأ مشاعرها ومداركها تختلف وتروح للزوج بعد كده بس طول ما هي في مرحلة الطفولة ومرحلة الأدوليسنس أو المراهقة فهو أبوها بالنسبة لها الراجل ما تكرهاش في الرجالة يعني بفعلا في بنات كتير جدا بتكره الراجل بسبب أبوها كلام أم أم أو دكتور كلام أم جدا والله يبص محمد فعلا بجد أنا الموضوع دو ما أثر فيه شخصيا أنا بقولك هحكي لك قصة أنا يمكن كنت بحكي لك من بره أنا من 2009 لغاية 2019 شغلي كله صفر فما كانش فيه فرصة أني أعود مع ولادي وما كانش فيه فرصة أني أعود مع بناتي بالذات في المدة دي كلها الحمد لله جائحة الكورونا دي كانت من حاجات قوية جدا الإيجابية أن أنا قربت فعلا من ولادي وبناتي وبدأت أعرف هم إيه بيفكروا إزاي حاجات كتير قوي ما كنتش عارفها عنهم عرفتها في فترة الكورونا دي الحمد لله وبدأت مع رحلة الوعي اللي أنا دخلتها والكارير شيفت اللي أنا عملته أني أبقى لايف كوتش بدأت أتعامل معهم من منطلق أن عندهم مشاعر وعندهم حاجات عايزين يأخدوها مني فلازم أدها لهم مش فلوسه بس أكيد طبعا دكتور كنا نكلم عن الأخبار والشقيعات إلى أي مدى يمكن السيطرة على الألأ والخوف من خلال فلترة الأخبار التي نتلقى بس زي ما بقولك إحنا عايشين في حياة مليئة بالإيجابيات والسلبيات نعم طبعا السوشيال ميديا والميديا بصفة عامة دلوقتي لها إيجابيات كتير جدا وزي ما لها إيجابيات لها سلبيات الانتقاء بقى بتاعك إنت ما بقاش فيه رقابة ما بقاش فيه حد حيقولك شوف ده ما تشوفش ده إنت اللي بتختار وإنت اللي في إيدك تنشر وإنت اللي في إيدك توقف إنت لو قاعد على السوشيال ميديا بو تفر إيه السوشيال ميديا اللي قاعد عليها وبدأ يجي لك بوست وشايف إن البوست دوت إنت مش متأكد منه سواء إيجابي أو سلبي خش دور عليه في حتة تانية هل ده بجد هل الكلام ده فعلا ولا الكلام ده ملهوش أساس قبل ما تشيره قبل ما تسبب وبعد كده تبدأ عجبك شيره بس اعرف هل الكلام ده فعلا صح ولا غلط بالإضافة لكده أنا أفلتر مع نفسي في صفحات كتيرة وفي جروبات كتيرة هي أساسا يعني مش عارف مروجة للشائعات والأخبار الكاذبة أيوة هي بتبث الطاقة السلبية وهما الغرض يعني الغرض بتاعهم كده ما عرفش ليه يعني يمكن إحنا عشان إحنا كلنا بنروح للأخبار الوحشة ونبص عليها فهما مشتغلين حتة دي وبيستغلوها في الانتشار يعني ابعد عنها ابعد عنها يعني أنت داخل تبص على حوادث مثلا كل يوم الحوادث بتحصل كل يوم ليه بقى أقعد أبص وشير وكمل معاها لا خلاص قدر الله ما شاء أفعل ابعد عن الصفحات دي وابعد عن الجروبات دي وابدأ شوف حاجات فيه حاجات حلوة كتير قوي شير حاجات حلوة أول ما تلاقي إشاعة وقفها عندك وقف الإشاعة عندك لما تلاقي خبر على وتفر يعني التريندات اللي فاتت دي كلها على شخصيات حرام يعني أسطر الناس حتى لو فيه بلاوة عملت ربنا بيسطرنا مش هنأسطر الناس إحنا معنا مداخلة محمد من الشرقية أهلا بيك أزمحمد أهلا بيك أفندم أهلا بيك أفندم اتفاضل أفندم أفندم في الوقت أفندم أنا متزوج وزوج بأنجة اجتباك زوج تجالها كورونا أهلا بيك أفندم البلد كلها كده معاملة وحشة الواحد مش عارف نسمي قبل الموضوع للواحد كده إن الواحد من ملة تانية وكده عارف أتعمل إزاي معاملة محمد معلشها محمد أسألك سؤال بيعملوك معاملة وحشة إزاي بالنظرات بالنظرات بسي يتجاب لحد يمشير دي جاب لك ولا يبص عليك ولا حتى لما عارفوا الموضوع بتاعي عنك والنظرات مش فيها حاجة هم هم يعني أنت اللي شايف نظراتهم كده محمد محمد ثق في نفسك وتأكد إن بالعكس الناس كلها هتبقى متعاطفة معاك بس أنت يعني البس كمامتك وانزل لتعامل مع الناس بطبيعة ما تقلقش خالص أنت اللي شايف الناس بتبصلك كده يا محمد لأن أنت اللي حاسس أن أنت مريض لو حد كلمك أو حد يعني بدأ يقول مثلا ابعد عني أو كده قوله ليه أنا لابس كمامتي وانت لابس كمامتك وما فيش مشاكل يا جماعة إحنا عايشين مع بعض بص ما تفكرش في الحتة دي خالص وابعد موضوع إن الناس بتبصلك بصة غريبة أو بتبصلك إن أنت مختلف ثق في نفسك وتعامل مع الناس بالثقة طول ما أنت واخد الإجراءات الاحترازية وهم واخدين الإجراءات الاحترازية ما فيش أي مشاكل يا محمد فثق في نفسك وربنا يشفي زوجتك إن شاء الله وحتبق زيل فل إن شاء الله شكرا لك يا محمد طيب دكتور لو جاء نتكلم عن مساوئ السوشال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل حتى جائحة كورونا كنا منشوف دلوقتي موجودة في بيت واحد وكل واحد مسك التليفون وقاعد في قوضة لو جاء نتكلم على إلى أي مدى يسهم تقوية الترابط الاجتماعي بين أفراد الأسرة في الحد من الآثار النفسية لانتشار بأحد كورونا بصوا زي ما قلت لك إحنا يعني خلينا نقول بعيد عن قصة الكورونا إحنا الحياة واخدانة الراجل في شغله والست في شغلها وحتى لو ما بتشغلش فهي طول النهار في البيت بتعمل حاجات وكل واحد في سكته فاكر أنه هو اللي بيعمله ده هو ده اللي مفتوض عليه وبنبعد خالص عن المشاعر والعلاقات بيننا وبين أولادنا نبدأ نقرب نبدأ نشوف نسأل على بعض نبدأ نقعد مع بعض نعمل إن شاء الله ساعة في اليوم نقعد فيها مع بعض نشوف تمثيلية نشوف فيلم نسمع برنامج معين نجتمع عليه كلنا وهكذا طيب إحنا معنا محمد من القاهرة أهلا بيك يا محمد أهلا بيك يا فندي فضل من الوقت يا فندي من أختي أنا عنده قرص نصف مدفع محمد محمد تحرك وما كانك شوية عشان ما عندك شبكة تحرك وما كانك شوية بقولك ابنوك عنده عرفت سوء من ناعة بتقول إيه ابنوك فيك شونا وكده وقف من ناعة كان عنده كورونا واختا منك أنت خف منها خف منها الحمد لله حمد لله على سلام تمام الحمد لله بس الاكل اللي أكله كده اللي هو يقوله كده يعني أكل عادي أو يهل كده هو بيكلم عن الأكل يأكل أكل عادي ولا يأكل أكل بصوا أنا طبيبي يا محمد بس يعني أنا من عرصة مش بتكلم في الطب بس بعد ما بعد الكورونا بيأكل طبيعي طبعا ما فيش أي حاجة ما تخلهوش يوقف نوع معايم الأكل عادي خالص شكرا ليك يا محمد طيب دكتور عايزة اختب معاك بسؤال إلى أي مدى يكون الاستمتاع بالوقت عامل مؤثر جدا فيه السيطرة على القلق والتوتر والخوف تعمل حاجة اللي بتحبها شوف انت بتحب ايه واعملوه بتحب تفرج على التليفزيون وتفرج على التليفزيون بتحب تقرأ اقرأ بتحب تسمع أغاني اسمع أغاني بتحب تسمع قرآن اسمع قرآن بتحب تقرأ قرآن اقرأ قرآن خد لنفسك من نص ساعة لساعة كل يوم ليك انتك استمتع بحاجة بتحبها وبعد عن الدنيا كلها وركز في الحاجة اللي بتحبها هتلاقي انت تستاهل انت تستاهل فيه وقت يبقى ليك انت صحة ولا غلط اكيد طبعا دكتور أنا بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشربتيني واسعتيني وإن شاء الله بإذن الله الفترة الجاي يكون لدينا لقاءات مع بعض عزيزي المشاهدين أيضا جلسنا استغاثة من منطقة اللاسلكي بأبرواش هذه المنطقة أهليها بيعانوا من أو مهددين بالطرد طب احنا معنا تقرير هنخرج نشوف التقرير بتكلم عن ايه ونرجع نكمل ليكو تاني مين اللقاء الدنيا دوسية فيها عبيد منكيد وفيها السيئة سوانا رب الناس سواسية لحد فينا يزيد ولا يخسني مين اللقاء الدنيا دوسية فيها عبيد ملكيت وفيها السيئة سوانا رب الناس سواسية لحد فينا يزيد ولا يخسني سوانا رب الناس سيئة مكنيش الشركة المصير للتصالات كانت الهيئة القومية للتصالات وزلت للتصالات سنة 1958 كان السيد الرئيس جمال عبد الناصر كان هنا محاطة لسلكي في ستة وخمسين جابوا والدي من بلاء أبو العلا من شارع الخطيري اللي هي وقالة البلح كنا عاديين في شقة وكت انا في مدرسة النيف بلاء أبو العلا وجابونا هنا في طريق اسكندرية الصحراوي قعدنا من سنة 58 نقاسي قلنا مكان القرية الذكية وجي الدكتور نظيف قال لنا انا عايز اعمل هنا قرية هتشغل ولادكو وتشغل الناس اللي هم بطالة وعندنا البطالة كتير وكده فانا هتطلعكم وابنلكو عمرتين وراء القرية احنا طبعا ما مانعناش وقلنا ماشي يا ريس وجينا هنا قعدنا في الحتة اللي احنا فيه دلوقتي حاليه اللي هي تعتبر برضو جابا افدام شركات ومصارع وعملونا عمرتين وشقة واعدنا واستقرينا وقالوا ده البديل اللي هو احنا هندهوركو ده واعدنا واستقرينا لا هلو طبعا ما بدنا وانا هنقولوا هتنا انا وردكو ورق انه انتو دا لو احتاجنا الشركة احتاجت السكن ده بعد الخاز خاصة هنطدكو بادلوا ويجعلكم في بند برضو احبه في المحضر لاستلمت للسكن الإداري في البند التالت بيقول تحتوز الشركة لنهابسها بالحق في إلغاء هذه التخصيص بحالة إذا ما احتاجت الشركة لهذه الأبنية اللي هنشغالي ويكفي أن تخطر المستلم بخطات وتعطي لهم أهلها ست شهور لإخلاء مع توفير سكن إداري بديل محدش أخترنا ولا كهذا كده وهل أهل محضر السكان محضر إداري ده وردين وقعدين جايين دلوقتي يا رئيس يتردونا طب حضرتك نروح فين؟ إحنا مناش اللي أنت يا رئيس أنت الإنسان القلب الكبير بتاعنا أنت أبونا كلنا وإحنا عايشون في عناك يا رئيس يا رئيس يتردونا في عناك يا رئيس يا رئيس يتردونا في مدين لو عايزين المكان ومحتاجينه على عينينا إحنا نفسنا يا فندم عينينا لمصر وعينينا لأي مشاريع جمهورية مصر العربية يا رئيس يتردونا بعين الرحمة وودينا عايشينا فندم منذوقتي لو أحد بقى عنده سكر وعنده الرحمة وعنده الرحمة ومحلي بقى رب فيه رب فيه رب فيه رب فيه مكتوب في العقد اللي إحنا بيستلمين بيش هو إنه لازم يخترنا بيه بستة شهور مع تواجد الرديل مع توفير السكن بديل لنا لأن إحنا عمرنا كله هنا ما حدش فكر إن هو مفيش فلوس إن إحنا نجيبش أفاكنت لن أفاكنت لن أفاكنت لن أفاكنت لن أفاكنت لن بطرساك وقاعدة في شباقها فالناس دي أطرح فيهم يعني هنعمل إيه وهنترمي في الشارع طبعا إحنا مش قد الشركة بصورة صلاة يعني هتبقى جهة أو شركة كبيرة محترمة بصاد أفراد مهما نعمل وإحنا بعد ربنا ملناش غير السيد الرئيس حبد الفتاة السيسي أب المصريين وهو اللي بعد ربنا هيقف معانا أروح فيه جبونا طب بديل ماشي جبونا بديل عجبت كل حتة أو عاديت لاخدوها جبونا بديل ردونا عمرنا اللي راح ردونا حياتنا اللي راحت ردونا حشيتنا اللي بازت اللي بازت إحنا قابليت بأي حاجة قابليت بأي حاجة بس حوادونا حوادونا الناشد السيسي هو في حد أكبر من السيسي في الحتة لأنه هو صراحة قلبه كبير وبيخاف على الستان وبيحافظ علينا أنا بناشده بناشده بقوله لحاسب توح في جنبنا خوف في جنبنا بس لر السنونة مرنوه السنونة مرنوه بسنونة مرنوه بناشده أنا عمر كله فانيته إله فانيته عند الكارية زكية ما ينفعش إن أنا أمشي حرام ربنا ما يرضاش بالظلم أنا بناشدك يا رئيس بناشدك يا أبونا وأخونا وكل حاجة لنا أغسنا 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 يا سابت الرئيس أنا ماليش في مصر إلا أنت إحنا تربينا على الطراب ده إحنا كنا بنلعب أطفال والدنيا كالظلمة كانت الأرض مليانة عابين وعقارب أنا مش أقدر أقول لك أغسنا 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 أنا كم مع والدتي مريدة عاملة بطل رجليها بسبب السكر أنا لدلواتي عادة وعيانة ومريدة وقاعدة والشركة بعد ثالث طرق أنا أعمل إي دلوقتي أنا بطلع أغسنا عندي بطل راعدة لو أغسنا أروح فين وليش مكان فين 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 طيب بطل أنا مشيش من هنا أغسنا مكان تاني نحن أغس فيه طيب لنا مكان تاني لقد أغسنا أغسنا يا رمينا على هنا بس ورحوا أغسنا هتأخذوا شوق عشان إحنا محتاجين أمو القيادة طلعنا مفيش مشاكل أمو قلناش لا ما بعد كده توصلوا للمرحلة تقولوا لا أطلعوا خالص لا أطلعوا فين يعني إحنا عشنا حياتنا هنا خلاص وورطينا باللي إحنا مفيش مواصلة وبرطو حاليا مفيش مواصلة ببرطو بنضطر نركب مع العمال في الأوتوبيس الباقي بتاع رواش أي مصنع من المصانع اللي حوالينا دي بنركبها وخلاص عمو ما في الأرض عمو ما في الصباح يرحمونا وشوفونا عنابل إيه حرف عرفين حرف عرفين حرف عرفين اشتركوا في القناة زي ما شوفنا في التقارير المعناة اللي بيعيشها سكان منطقة محاطة اللاسلكي أبو رواش طيب إحنا معنا على التليفون سيد المستشار فرج عزيزة أهلا بك سيد المستشار ألو أهلا بحضرتك بخير أخبار حضرتك إيه الحمد لله تمام زي فرج يا رب دايما سيد المستشار عزيزين نعرف من حضرتك حقوق الناس دي وفقا للقانون أنا أتعرض عليها الموضوع ده أكتر من مرة لأن دي مشاكل الشركات اللي تم خسخصتها وخرجت من الطاق العام إلى الشركات المساهمة نعم كان كان المعتاد في القطاع العام إن هو بيضي حماية للعامل فكان مصدر الحق بالنسبة لهم في سكن بديل كان بيبقى حاكتين إن الشركات القطاع العام كانت بتعمل جمايات اسكان وبتستقطع جزء من راتب العامل وتدينه سكن بديل خارج المنشأة نفسها في مكان آخر لقبل قسط شهري هو بيستقطع من المرتب تقابل خسقصة صح كده؟ آه آه كل اللي قابل خسقصة أو بتستقطع متحملش من مرتب العامل تستقطع منه شكل سنوي خاصة من أرباحه وبتقوم ببناء مساكن له بديلة لأن السكن العمالي أساسه إن هو سكن بمناسبة العمل يعني أنا مش متدولك منها ولا منها بس كان القطاع العام عارف كان بيهدف إلى حماية العامل أساساً وحماية أسرته من بعده فكان بيكون له سكن بديل في موضوع شركتنا ده دي كانت في الأصل شركة مملوكة للدولة تمام إلى إنها صدر قانون آآ بقصخصتها وأصبح لها لوائحها الخاصة السؤال هنا بقى عشان نقول إن فيه حق للعامل ولا لأ معظم العمال اللي هم بيعرضوا مشاكلهم عندك دول مرسوا العمل أثناء مكانة داخل القطاع العامل تمام لازم هنا نرجع لقرارات الجماعية العمومية بتوزيعات الأرباح وقرارات الجماعية العمومية اللي كانت بتصدرها الشركة مثل العمال نشوف هل هم استقطعوا جزء من الأرباح بتاحهم أو عملونهم جمعين اسكان وبالتالي من حقهم سكن بديل خارج نطاق العمل يعني في مكان آخر غير المكان اللي هم دي طيب سوص فرج عندي باندي هنا سوص فرج في محضر استلام السكن الإداري بيقول تحتفظ الشركة لنفسها بالحق في إلغاء هذا التخصيص في حالة إذا محتاجت الشركة لهذه الأبنية الإشغالية ويكفي أن تختر المستلم بخطاب وتعطي له مهلة ستة أشهر للإخلاء مع توفير سكن بديل يعني معلش أنا قريت المهضة الدعب لكده فيه استكمال لو حضرتك تقدر في تكمله في رابعا إذا نقل المستلم أو انتهت خدمتها أو تم فصله من الخدمة لأي سبب بيلتزم بتسليم الشقة المسلمة له من الشركة في معايد لا يتجاوز الستة أشهر من تاريخ النقل أو إنهاء الخدمة فهل هذا البند يلغي البنود السابقة؟ العبارة دي ولدت في ظرف أن أثناء نقلهم من مكان لمكان كان في حضور أحد القيادات في الدولة تقريبا رئيس الوزراء ولما لقوا موقفين معتصمين أمر الشركة أنها تديهم مساكن هم علشان الشركة مش عايزة تديهم حقوقهم مالها فالتفتت على حقوقهم بالفقرة الأخيرة دي بحيث أنها ادتهم ظاهريا في البنود الأولى والواضح جدا أنها في البقرة الأخيرة نزعت عنهم هذا الحق فيجب رفع الأمر إلى الاجهات المسؤولة في الدولة علشان تشوف حقوق العمال وإذا كنت إستقطع منهم أرباح لأن أنا متأكد أنه لهموف حقوق بديلة لازم يطلبون المطابعة تبقى ثمين في شخص أو في صفة رئيس مجلس إدارة الهياء وده دعوة منفصلة عن الطرف لازم يرفاه ويداعوا إن هما كان بيستخطع من رواتبهم أجور أو أرباح نظير شأن وشأنهم كل قطاع العام إن هما ينشئوا لهم مساكن بديل طبعا أسس فرج إذا كان في باع وشكلها هتترفع فهتبقى بالشكل ده تمام يعني إحنا ممكن نطلق عليهم ضحايا الخاص خاصة أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ فرج عزيزة المتخصص في القضايا العملية على الأقل الناس دي لو ملهاش حق حقوقها عند الشركة فأعتقد إن اليوم حقوق لدى الدولة وهو توفير سكن بديل لهم فأنا بناشد جميع المسؤولين بسرعة تدخل لحل هذه المشكلة وتوفير سكن بديل لهم في الختام بشكر بشكركم أعزائي المشاهدين وإن شاء الله استنونا الحلقة الجاية الأسبوع اللي جاية في نفس المعاد في أمان الله اشتركوا في القناة